السلام عليكم ورابط قناة التليجرام نشوف مع بعض كده يلا اول حاجة اننا نترجم للغة العربية جلنا جملة بالانجلش وإحنا نترجمها للعربي زي مثلا نشوف كده نشوف كده نشوف كده الجملة بالراحة دي جملة بالانجلش هترجمها انا زي للعربي الاول اشوف معاني الكلمات كلمة كلمة يعني مياه نهر النيل تمام مياه النيل او مياه نهر النيل دي جملة مبنية للمجهول معناها ايه ان المياه دي بتلوث تلوث بوسطة ايه اللي هي القمامة اول حاجة بعد ما عرفنا معاني الكلمات اللي في الجملة نعرف بقى الفكرة اللي في الجملة ايه فهمنا من الجملة اننا عايزين نقول ان مياه النيل دي بتلوث بوسطة القمامة اللي الناس بترميها في المياه نبقى نبدأ بقى نصيق الجملة بالعربي كده بالراحة هنقول كده تلوثت مياه نهر النيل الجملة هنا مبنية للمجهول الاحسن لما اجي اترجم للعربي اني ما خليهاش مبنية للمجهول الجملة في العربي الافضل تبدأ بالفعل اخليها جملة فعلية على قد ما اقدر فاقول كده ايه اللي تلوثت مياه نهر النيل بايه ايه اللي لوثها بربش يعني بالقمامة which which معناها ايه التي مع القمامة يبقى which معناها التي التي يرميها الناس فيه يبقى الجملة لما تكون مبنية للمجهول احاول وانا فيها اترجمها للعربي اني خليها مبنية للمعلوم وابدأ الجملة في العربي بالفعل على قد ما اقدر ما تنساش كل جملة نكتبها نزبط البنكتويشن بتاعها علامات الترقيم بتاعها حتى الجملة اللي بالعربي يحط في نهايتها النقطة ناخد مثال كمان the press plays an important role to reveal the facts for people the press يعني ايه press اللي هي الصحافة plays an important role نحفظ العبارة دي على بعضها كده plays an important role يعني تلعب دورا مهما او دورا هما to reveal the facts يعني ايه reveal the facts يعني عشان تظهر الحقائق وتوهن معناها لكي for peoples peoples هنا معناها ايه معناها الشعوب people وحدها ان معناها الناس ومعناها الشعب لكن peoples معناها ايه معناها الشعوب يبقى فهمنا كده ان عايزين نقول ان الصحافة بتلعب دور مهم في اظهر الحقائق لان الشعوب نشوف بقى نترجم ازاي اتفقنا هنحاول نخلي الجملة اللي بالعربي جملة فعلية يعني تبدأ بالفعل يبقى دا ما اقول الصحافة تلعب اقول تلعب الصحافة يبقى بادور على الفرب اللي عندي في الجملة وابدأ به في الترجمة تلعب الصحافة دورا هاما to reveal يعني ايه في كشف الحقائق for peoples يعني للشعوب number three modern inventions have caused great developments in our life modern inventions اللي هي ايه اللي هي الاختراعات الحديثة have caused have caused كلمة cause معناها يسبب او يحدث يخلي يظهر يعمل حاجة have caused ايه بقى great developments يعني تطورات عظيمة development اللي هي تطورات التنمية in our life يعني في حياتنا ها هنعمل ايه بقى احنا بنترجم هنبدأ بالفعل الفعل هنا اللي هو have caused have caused يعني احدثت اهي ايه اللي احدثت modern inventions هي اللي احدثت يبقى احدثت الاختراعات الحديثة احدثت لنا ايه great developments يعني تطورات كبيرة في حياتنا in our life يعني في حياتنا يبقى نحاول نخلي الجملة فعلية واحنا بنترجم للعربي على قد ما نقدر ونمشي بالروحة كده في الجملة وان شاء الله نحلها صح يعني ايه يهو يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني انا استمتعت بي enjoy على بعضها كده استمتعت بي مش موجودة بس هي معناها كده استمتع بي يعني قضاء اجستي بس استمتعت بقضاء اجستي يعني على الشاطئ يعني الصيف الماضي كده قسمنا الجملة وترجمنا جزء جزء يلا نصغها بقى عايزين نقول ان احنا استمتعنا بالاجزة بتاعتنا انا استمتعت بقى اجستي على الشاطئ الصيف اللي فات هقول كده ازاي وهي جملة فعلية ابدأ بالفعل استمتعتو انا استمتعتو ينفع اقول انا استمتعتو اه عادي مش مشكلة ولما اقول استمتعتو لوحدها جابت المعنى خلاص استمتعتو بي استفقنا اني انجوي على بعضها استمتعت بي استمتعتو بايه بقى يعني بقضاء اجستي يعني على الشاطئ يعني الصيف الماضي يبقى استمنا الجملة كده وترجمناها جزء جزء ببساطة جدا you should have a rest to renew your activity and be able to work you should have a rest you should ينبغي ينبغي على مين على يو على انت يبقى ينبغي عليك ينبغي اي بقى ينبغي انك تعمل ايها have a rest يعني تأخذ قصة النراحة وبعدين بعد ما اخذ قصة النراحة بقى لي to renew renew يعني يجدد يبقى to هنا معناها لكي لكي تجدد your activity يعني نشاطك and where ويه كمان be able to work يعني ايه be able to work يعني تكون قادرا على العمل يالله نبدأ ندرجم بقى فهمنا الفكرة خلاص نرتب بقى الجملة بتاعتنا اقول you should يعني ايه شوف كده يالله you should يعني ينبغي او يجب ان يبقى you should اترجمها ازاي ينبغي او يجب ان يجب ان يبقى have a rest ان تأخذ راحة لاني بوجه الكلام لك فاقولك انت ينبغي ان تأخذ راحة او اقول قصة من الراحة عادي to renew your activity لكي تجدد نشاطك and be able to work وتكون قادرا على العمل شوف مثال كمان the youth of egypt have proved that they are the hope of the future the youth of egypt youth alone من الشباب شباب مصر have proved have proved يعني اثبتوا that they are the hope ان هم the hope of the future يعني the hope of the future يعني امل المستقبل عايزين نقول ان شباب مصر اثبتوا ان هم امل المستقبل ازاي نترجم الجملة بقى كده يلا قد اثبت انت فأنا لما نيجي نترجم بالعربي نخلي الجملة فعلية على قد ما نقدر طب قد قد دي جبناها منين ايوة جبناها لان الفرب هنا في زمن ايه مضارع التام present perfect ما يكون الفعل في المضارع التام باستخدم معا كلمة قد او لقد او القد اثبت قد اثبت مين اللي اثبت زي يوسف اي جبتوا لهم شباب مصر اثبتوا ايه انهم ذات اللي هي انهم ذات they انهم يبقى the hope of the future يعني انهم امل المستقبل نشوف كده the secret secret يعني سر of success يعني سر النجاح in life يعني في الحياة depends on depends on يعني يعتمد على your personality your personality يا شخصيتك يبقى عايزين نقول ان سر النجاح في الحياة ده يعتمد على شخصيتك بترجم الجملة ازاي بقى ان الجملة هنا بدأ بكلمة ايه the secret of success مش عارفين نجيبها جملة فعلية خلينها جملة اسمية فبدأنا بكلمة سر النجاح بيدود لها بقى كلمة ايه عشان تبقى الجملة بتاعتي اشيك كلمة انه اما يكون عندي جملة اسمية وهبدأ مضطرنا ابدأ بالاسم احاول استخدم قبل الاسم ده كلمة انه انه سر النجاح في الحياة depends on يعني يعتمد على your personality يعني شخصيتك شايفين ترجمنا جزء جزء ببساطة جدا what's the cause of global warming هنا ده سؤال بقى what's the cause of global warming يعني ايه what's معني ما ما او ماذا اقول ما هو ما هو cause يعني سبب سبب ايه global warming اللي هو الاحتباس الحراري يبقى ما هو سبب الاحتباس الحراري طب هو دي جبناها منين اللي هي verb to be اللي هي is يبقى verb to be بترجمه بكذا شكل في هنا في السؤال اقول ايه ما هو سبب الاحتباس الحراري ومنساش برضو علامات الترقيم ده هو السؤال يبقى نحط في نهايته علامة استفهام crime doesn't pay crime اللي هي الجريمة والتعبير ده على بعضه كده نحفظه كده crime doesn't pay يعني الجريمة لا تفيد it's important to learn a new language it's important يعني it's important يعني انه من المهم يبقى كلمة it's معناها ايه معناها انه او انها حسب معنى الجملة it's important to learn to يعني هنا ان نتعلم من المهم ان نتعلم ايه يعني لغة جديدة يبقى المهم ان انا نتعلم لغة جديدة لبقى هنقول من المهم ان تتعلم لغة جديدة sports and games sports and games اللي هي الرياضات والالعاب are very important مهمة جدا for building a strong body كلمة body هي النقصة يعني مهمة المعفروض نقول ان الرياضات والالعاب مهمة لبناء جسم قوي فهنقول كده الرياضات والالعاب فاكرين ممكن نحط كلمة ايه في بداية الجملة عشان هي جملة اسمية تمام برافو عليك احط كلمة ان الرياضات والالعاب هامة جدا very important يعني هامة جدا لبناء جسم قوي اللي هو الاحتباس الحراري يعني مشكلة خطيرة بتهدد بتهدد يعني حياتنا على الارض هنقول ايه بقى ان الاحتباس الحراري اتفقنا بجملة اسمية هنجيب قبلها كلمة ان الاحتباس الحراري ما له بقى يعني مشكلة خطيرة طب احنا ترجمنا ايه هنا لا ايه هنا جبناه في شكل ان ان الاحتباس الحراري مشكلة خطيرة يعني تهدد يعني حياتنا على الارض يبقى استمنا الجملة بالراحة كده ونترجمها عشان ما نغلطش السياحة السياحة مالها يعني مهمة جدا لمصر نقول كده السياحة هامة جدا لمصر ممكن ازود كلمة ايه هنا ايوة كلمة ان عبيت اجيبها لكم كده او كده عشان يعرفوا ان دا وده يبقى وصح ان شاء الله السياحة هامة جدا لمصر طب ايه هنا ما ترجمناهاش ليه عشان بعدها صفة وعندنا في العربي بنحط الاسم بعدين الصفة بتاعته على طب ما بنحتاجش فاعل في النص يبقى السياحة هامة جدا لمصر يعني اذا الشباب يبقى هنقول تنفذ الحكومة بنحاول نخلكم لفعلية معناها تنفذ يبقى نبدأ بيها من اللي الحكومة يبقى تنفذ الحكومة بتنفذ ايه نروح بقى هنا عن مفغول يعني الكثير من المشروعات يعني لتوفير job opportunities نحفظها كويس معناها فرص عمل for youth يعني للشباب we should protect our old monuments we should we should يعني ايه يعني يجب يجب ان او ينبغي ان ينبغي علينا protect يعني يحمي our old monuments اللي اثرنا القديمة monuments اللي اثر وعور تبقى بتاعتنا احنا والد يعني قديم يبقى يجب ان نحافظ او تحافظ على اثرنا القديمة يجب ان نحافظ على اثرنا القديمة he promised me that he would visit me the following day he promised me يعني هو وعدني وعدني ايه بقى انه ذات يعني ان he would visit me يعني سوف يزورني the following day في اليوم التالي دي جملة متحولة من مباشر لغير مباشر يبقى هنقول كده وعدة من اللي وعدة هو او قل هو وعدة يعني شكلها كده مش لطيف فنحاول نخليها اشيك شوية فقلنا على طول ايه وعدة ان يزورني وعدة ان يزورني امدى في اليوم التالي اللي هم الخضروات والفواكه يعني ايه ويتش هنا معناها التي التي تحتوي على الفيتامينات هي افضل شيء للصحة جيدة يبقى نقول كده ان الخضروات والفواكه طالما اضطرينا نبدأ بالاسم وخلناها بجملة اسمية يبقى الاحسن نحط قبلها كلمة ان الخضروات والفواكه يعني التي تحتوي على الفيتامينات او على فيتامينات مالها هنا ترجمناها في شكل كلمة هي هي الافضل يعني ايه فور هنا لي للصحة جيدة يعني المعلم والطالب يعني يجب عليهم او ينبغي ان يعني ايه يعني يتواصل يعني يتواصلوا مع بعضهم البعض يعني بشكل مناسب نقول كده بقى ينبغي على مين على المعلم والطالب هما الاتنين يبقى ينبغي عليهم ايه بقى ان ينبغي ان يتواصلوا مع بعضهم البعض يعني يتواصل طب احنا عندنا هنا مسنة طب في العربي احنا عندنا حاجة اسمها المسنة يبقى نخلي الفعل جاي هنا بالصيغة اننا بكلم عن مسنة يبقى يتواصل حطيت الالف دي في الاخر عشان هما مسنة ان يتواصل مع بعضهما البعض يعني بشكل صحيح اسلام اللي هو دين الاسلام الاسلام شد بي كولد فور يعني ندعو الى الاسلام باي وزدم باي وزدم يعني بالحكمة والموائزة الحسنة نقول ازاي بقى يجب الدعوة الى الاسلام اتفقنا لو الجملة هنا الجملة هنا على فكرة مبنية للمجهول لو مبنية للمجهول بنحولها نخليها مبنية للمعلوم يبقى ما اقولش الاسلام يجب الدعوة لي الى الافضل اقول كده يجب الدعوة الى الاسلام ابدأ بالفعل اخليها جملة فعلية وما خليهاش مبنية للمجهول يجب الدعوة للاسلام باي وزدم يعني بالحكمة اللي هي الموازه الحسنة يشد بي هالففل انت امبيشيس يشد يعني يعني ينبغي عليك ان تكون باي يعني تكون تكون يعني ايه ينبغي ان تكون متعاونا يعني متعاونا وامبشيس معناها طموحا يبقى ينبغي ان تكون متعاونا وطموحا السؤال الثاني بقى ازاي اترجم من عربي لانجلش هتجي لجملة مثلا زي دي البيتزا واحدة من اكثر الانواع المحبوبة من الطعام في العالم اعمل ايه عشان اترجمها بقى للانجلش الجملة في الانجلش بتبدأ بالفاعل الفاعل يعني اسم او ضمير هنا الجملة بدأ بايه بيتزا ده اسم تمام يبقى انا هبدأ بيها بيتزا وبعدين بقى لازم اجيب فاعل في الجملة بتاعتي طب البيتزا واحدة من اكثر فيه هنا فاعل ده ما فيش فاعل ده جملة اسمية طبعا اعمل ايه ده ما يكون ما فيش فاعل اتوقع ان الفاعل ممكن يكون هقول هنا بيتزا از اقول كده بيتزا از واحدة من يعني one of تمام اكثر الانواع المحبوبة كلمة محبوب يعني popular واكثر يعني صيغة تفضيل اجيبها في صيغة التفضيل التفضيل بستخدم كلمة the most popular the most popular الانواع ليه types the most popular types واحنا بنجيب في الانجلش الصفة قبل الاسم عشان كده جبنا the most popular قبل كلمة types انواع من ايه بقى من الطعام يعني of food في العالم يعني in the world يبقى استلنا بجملة كده بالراحة وترجمناها واتفاقنا لو ما فيش فيها فاعل اتوقع انها هيبقى verb to be فنجيب is مع المفرد و are مع الجامع وجل جملة كتبها لازم اقولها capital letter وانهايتها في الستاب حافظ على علامات الترقيم سواء في العربي او الانجلش مثال كمان اصبحت اللغة الانجليزية لغة عالمية لانها لغة جميلة اتفقنا في الانجلش هبدأ بايه بالاسم اقول لها هو الفاعل يعني سواء اسم او ضمير اصبحت اللغة الانجليزية الفاعل بتاع الجملة هنا هو اللغة الانجليزية اسمها ايه بقى اللغة الانجليزية اسمها انجلش يبقى هي دي اللي هبدأ بيها اقول كده انجلش اصبحت اصبحت ده الفاعل بتاع الجملة بعد الاسم بجيب الفاعل هنا في فاعل اصبحت يعني has become اخترنا زمن المضارع التام لي علشان المعنى الافضل للجملة هنا ان استخدم الزمن ده غالبا لما هنجيب فعل ونترجمه لهو في ماضي خليه مضارع تام لو ما كانش الجملة معناها ان حدث قديم قوي يعني اصبحت ابقى لغة عالمية يعني ايه لغة عالمية تمام لانها لانها يعني because it's it's يبقى لغة جميلة لغة جميلة a beautiful language because it's a beautiful language يبقى لانها على بعضها هنا because it's تمام طب it's جبناها منين عشان هنا عندنا لغة جميلة ده جملة اسمية ما فيش فهم فيش هنا فعل هعمل ايه ما فيش فعل يبقى جيب verb to be بقول because it's a beautiful language من الممكن ان يكون القارب قد غادر بالفعل من الممكن من الممكن معناها ايه معناها it's possible that نحفظها كده على بعضها من الممكن it's possible that ان يكون القارب ان اللي يا ذات خلاص يكون القارب قد غادر بالفعل يكون القارب دي لا مش عايزين يكون دي خلاص يكون دي رحت مع ذات وبعدين القارب قد غادر بالفعل القارب اسمه the boat هو غادر غادر قد غادر الملئ قد اعرف ان انا هجيب زمن المدارع التام على طول يبقى has already left بالفعل يعني already و already بستخدمها بين الجزئين الفعل يعني قبل التصريف الثالث اخليها في النص has already left يبقى قول الجملة بتاعتي كده عليك ان تخسل يديك قبل كل وجبة عليك ان عليك دي يعني ايه يعني ينبغي يعني يجب لما لقي جملة في العربي مش عارف اترجمها احاول اجب معناها بالعربي الاول ابسط المعنى النفسي هي عليك دي اللي هي ايه اللي هي يجب عليك يبقى ينبغي او you should مثلا فاقول كده يجب ان تخسل يديك قبل كل وجبة دي حاجة بقى ضرورية لازم اعملها يبقى استخدم الكلمة الاقوى من should اللي هي you must you must wash يجب ان ايه تخسل wash your hands يديك يعني your hands قبل قبل يعني before كل وجبة يعني every meal يبقى you must wash your hands before every meal ليس من الضروري ان تذهب للنادي اليوم ليس من الضروري يعني ايه ليس من الضروري هو من الضروري اسمها it's necessary يبقى ليس من الضروري يبقى ان فيها يبقى it doesn't necessary for you لانه ليس من الضروري عليك it doesn't necessary for you ان تذهب and اللي هي to to go يذهب يعني go يبقى to go يذهب فين للنادي للنادي يعني to the club اليوم يعني today but it isn't necessary for you to go to the club today ان الصداقة الحقيقية هي اهم شيء في الحياة ان الصداقة ايه ان دي بقى ايوة ان دي مش بنترجمها احنا احنا بنترجم دلوقتي من انجلش الارابيك كنا بنحطها زيادة على الجملة الاسمية عشان تخلي الجملة شكلها اشيك طيب الصداقة الحقيقية هي دي الفاعل بتاعي اللي هبدأ بيه بجملة بتاعتي يعني ايه الصداقة الحقيقية true friendship true friendship نحفظها كده الصداقة الحقيقية true friendship هي هي دي اللي هي ايه بقى استخدمنا هنا بدلها verb to be true friendship is ايه بقى اهم شيء في الحياة اهم يعني the most important وشيء يعني thing وفي الحياة in life يبقى is the most important thing in life يبقى نترجم جزء جزء كده بالراحة عشان ما نغلطش من الضروري نقل المصانع من وسط المدينة من الضروري يعني ايه بردو يعني it's necessary it's necessary to من الضروري اسمها ايه it's necessary to نقل نقل يعني ايه move ومصانع اسمها factories من من يعني from طب وسط المدينة the city center يبقى it's necessary to move factories from the city center يعاني الناس من بعض الامراض الخطيرة اه هبدأ بايه هنا الجملة دي فعلية في الانجلش بخلي الجملة تبدأ بالاسم بالفاعل اللي هو اسمه او ضمير الفاعل هنا هو كلمة ايه الناس يبقى هبدأ بكلمة الناس يعني people وكلمة يعاني الفاعل بتاعي هقول people suffer يعاني من يبقى suffer from بعض يعني some الامراض الخطيرة اسمها serious disease يبقى people suffer from some serious disease من واجبنا ان نعيد تصنيع الاشياء القديمة من واجبنا دي ايه بقى ايه واجبنا دي لها اكتر طريقة عشان اترجمها الاقول مثلا it's our duty too يفرض ان انا مش فاكر كلمة duty يبقى يجب المعنى الاقرب ليه هقول يجب علي يجب علينا يبقى we must we should عادي تمشي مفيش مشكلة خالص يبقى من واجبنا نحاول نحفظها كده it's our duty too من واجبنا it's our duty too ايه بقى نوعية تصنيع نوعية تصنيع يعني recycle على بعضها كده نوعية تصنيع اسمها recycle الاشياء القديمة اللي هي old things يبقى it's our duty to recycle old things بفضل الاختراعات الحديثة اصبحت حياتنا سهلة ومريحة بفضل ايه بفضل دي بقى بفضل اسمها thanks to بفضل يعني ايه thanks to والاختراعات الحديثة اسمها modern inventions يبقى thanks to modern inventions وبعدها comma عشان ديكم لكده في الاول وبعدين اكمل بقى ايه بقى اللي حصل اصبحت حياتنا سهلة اصبحت حياتنا سهلة دي جملة بدقة بالفعل ما ينفعش ابدأ بالفعل في الانجلش ابدأ بالفاعل الفاعل اللي هو حياتنا حياتنا يعني ايه our life واصبحت اتفقنا has become هنعملها في المدارع التام our life has become سهلة سهلة يعني easy ومريحة and comfortable thanks to modern inventions our life has become easy and more comfortable يلعب العلم والتكنولوجيا دورا هاما في حياتنا الحديثة يلعب العلم والتكنولوجيا الجملة دي بدقة بالفعل لا ابدأ بالفعل في الانجلش اللي هو الفاعل هنا على بعضه العلم والتكنولوجيا اخد بالي لو هما كلمتين وبينهم ويبقى هما على بعضهم الفاعل العلم والتكنولوجيا اسمها يبقى science and technology العلم اسمه science والتكنولوجيا تكنولوجيا يبقى ده الفاعل على بعضه science and technology يلعب يلعب يعني play دورا هاما يعني an important role في حياتنا الحديثة يعني in our modern life حياتنا الحديثة modern life in our modern life تبقى الجملة كده science and technology play an important role in our modern life يجب ان يكون لديك طموح لكي تحقق اهدافك في الحياة يجب ان من يجب ان يجب على مين عليك انت انت يعني ايه يعني you بتنسوش ان انا لازم هنبدأ بايه بالفاعل الفاعل هنا هيبقى you يجب ان يبقى you should ان يكون لديك طموح يبقى يقول لديك معناها have you should have طموح يعني an ambition لكي لكي يعني to تحقق تحقق يعني achieve طب اهدافك يعني your goals في الحياة يعني in life you should have an ambition to achieve your goals in life يجب ان تشجع المدارس الطلاب على تنمية مواهبهم يجب ان تشجع المدارس من اللي يجب عليه هنا بقى المدارس يبقى المدارس هي الفاعل اللي هبدأ بي ما تنستعجلوش وانتو بترجم ولازم ابدأ اعرف الاول الفاعل اللي هبدأ بي جملتي المدارس يعني schools هقول كده schools يجب عليها بقى يجب تعمل المدارس تشجع تشجع يعني encourage شود بيجب بعدها الفاعل في المصدر يبقى should encourage تشجع من الطلاب الطلاب يعني the students schools should encourage the students على تنمية مواهبهم يعني develop their talents schools should encourage the students develop their talents يجب عليك ان تطيع وتحترم والديك ومعلميك يجب عليك يعني ايه يعني ايه يجب عليك عليك انت انت اللي هي you يبقى you must هنا بقى الطاعة الوالدين والمعلمين تحاجة الزمية بقى يبقى استخدم حاجة قوية you must تبدو استخدم you should ما فيش مشكلة مش هتبقى غلط برضو ان شاء الله يجب عليك انك تعمل ايه تطيع تطيع يعني obey you must obey وتحترم and respect والديك يعني your parents and teachers اللي هم ومعلميك اللي and teachers يبقى you must obey and respect your parents and teachers الهوايات ليست مضيعة للوقت الهوايات اللي هي hobbies الجملة هنا اسمية وانا كده كده في الانجلش ببدأ بالاسم يبقى hobbies hobbies ليست a ليست d ليست مضيعة للوقت مضيعة للوقت الجملة هنا يعتبر ما فيش فعل يبقى استخدم verb to be اللي يبقى ليست هنا هتبقى verb to be الهوايات جمع يبقى مضيعة للوقت يعني a waste of time لكي تكون لائقا بدنيا عليك ممارسة الرياضة لكي لكي يعني يعني لكي تكون to be fit معناها لكي تكون لائقا بدنيا to be fit قام بقى عليك ممارسة الرياضة عليك ايه عليك دي يعني ينبغي عليك يبقى you should وممارسة الرياضة يعني do sport يبقى you should do sport ما تخضش من الجملة واجيب المعنى المناسب والقريب لي بالعربي وبعدين اترجمه الوقاية خير من العلاق يعني الوقاية يعني protection هقول كده protection خير من خير من يعني is better than والعلاج اسمه cure يبقى protection is better than cure طب جبنا اذن منين الجملة ما فيهاش فعل الجملة ما فيهاش فعل يبقى اعرف ان انا هستخدم verb to be غالبا protection is better than cure نحفظها كويس الجملة دي يبقى ينبغي ان تحدد هدفك ثم تسعى لتحقيقه ينبغي من اللي ينبغي عليه هنا عليك انت يبقى you should تحدد هدفك يعني decide on your goal يحدد يعني decide on your goal وهدفك ثم تسعى لتحقيقه ثم يعني then تسعى يعني try to وتحقيقه achieve it يبقى you should decide on your goal then try to achieve it الصلاة وعماد الدين عماد الدين اعمل ايه بقى الصلاة وعماد الدين نحفظها على بعضها الصلاة اسمع prayer وعماد الدين is the pillar of the religion يبقى prayer is the pillar of pillar of يعني رقني يعني عماد يعني أساس the pillar of the religion اللي هو الدين prayer is the pillar of the religion يجب أن يتحلى المسلم بالأخلاق الحميدة يجب أن يتحلى المسلم من اللي يجب عليه هنا المسلم يبقى هو ده الفعل اللي هبدأ به يبقى ده مسلم أو a مسلم ماله بقى should أو must a مسلم must طبعا الحاجات اللي في الدين يجب تبقى إلزامية فباستخدم معها الكلمة الأقوى اللي هي must a muslim must have يتحلى هنا معناها يعني يبقى عنده يمتلك لديه فاستخدمنا كلمة have الأخلاق الحميدة يا رب يعني مش عارف يعني إيه الحميدة لا أقولنا هنقرب المعنى لنفسنا أخلاق حميدة يعني أخلاق قويسة أخلاق جيدة يبقى good morals أخلاق اسمها morals بكده نكون خلصنا well done أحسنتم thank you أتمنى نكون فهمنا إزاي نترجم بسهولة من عربي الإنجلش والعكس أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أي استفسار بعتولي وهرد عليكم إن شاء الله وشوفكم على خير بإذن الله thank you goodbye goodbye